السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب النزيف المهبلي أثناء الرضاعة 1. الحيد في معظم الحالات فإن هناك فجوة بين الحيد الأول بعد الولادة وذلك لأن الرضاعة الطبيعية تؤخر دورة الحيد لبعض الوقت التأثير يختلف على الأم تحصل بعض الأمهات على الحيد الأول بعد الولادة ببضعة أسابيع أو عدة أشهر أو حتى سنوات لا يمكن تحديد متوسط المدة التي تستغرقها الأم للحصول على الحيد الأول بعد الولادة كشفت دراسة أيضا أن الأمهات اللاقي لديهن مستويات منخفضة في مستوى هرمون البروجسترون ستحصل على الحيد الأول بعد الولادة بشكل أسرع من الأمهات اللاقي لديهن مستويات هرمون البروجسترون أعلى بعبارة أخرى من الطبيعة للأم أن تحيد على الرغم من أنها لا تزال تردى ثانيا نزيف النفاس قد يكون أيضا النزيف الذي تعاني منه لا يرجع إلى بداية الحيد بل هو نزيف ما بعد الولادة أو النفاس حيث يحدث هذا النزيف لأن المشي ما لديك تحاول الانفصال عن الرحم وهذا الجهد يسبب فتح الأوعية الدموية في المنطقة مما يسبب النزيف ثلاثة نزيف ما بعد الولادة لكن في بعض الحالات يستغرق النزيف وقتا أطول من المحتاج هذا الشرط هو المعروف باسم نزيف ما بعد الولادة يحدث نزف ما بعد الولادة عادة إذا لن تنفصل المشيمة بأكملها عن الرحم أو إذا لم ينكمش الرحم على الرغم من انفصال المشيمة عنه قد يحدث هذا النزيف حتى لو كان بالفعل بعد 12 أسبوع من الولادة يجب عليك استشارة الطبيب على الفور إذا كان أصبح النزيف أكثر سمكا فجأة حتى يستهلك أكثر من دماضة واحدة للاحتفاظ بها لمدة ساعة واحدة يصبح لون الدم أكثر إشراقا بعد أربع أيام من الولادة أو إذا كان معدد ضربات القلب يزداد بسرعة وغير منتظر في نهاية الفيديو ننوح أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمزر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت دعونوا بلايك وكمينتو وشير الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر